بدلاً من إطلاق جهود منفصلة ولا فائدة مرجوة منها نصحت واشنطن حكومتي الوحدة الوطنية والأخرى المكلفة من البرلمان بتوحيد جهودهما لإعادة إعمار درنة المقترح الأمريكي إذن نقله إلى الليبيين سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا حاثاً على إنشاء هياكلة تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معاً ويرى البيت الأبيض في عقد مؤتمر إعادة الإعمار بشكل مشترك أنه ضمانة لتخصيص الأموال بأكثر فاعلية وبشكل صحيح أيضاً ذلك أن التنسيق بين الحكومتين في نظر واشنطن ضروري لضمان حصول ضحايا الفيضانات على الدعم الذي يحتاجونه وقد جددت إدارة بايدن تعاهدها بالعمل مع جميع المسؤولين الليبيين في الغرب والشرق ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار كما لفتت كذلك إلى أن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية وأن المساعدات تذهب فعلاً إلى المحتجين كما أعلن أيضاً ممثلو هولندا وسويسرا والبعثة الأممية في ليبيا أعلنوا مساندتهم لإنشاء آلية مستقلة لإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي وقالوا في بيان مشترك إنه ينبغي إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبيات احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل كذلك أكدوا على أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المسائلة لا يمكن أن يستمر ولم تعلق حكومة الشرق على مقترح واشنطن عدا أنها أجلت مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع شهر نوفمبر بعدما كان مقرراً في العاشر من الشهر الجاري بينما اكتفت حكومة الوحدة في غرب ليبيا بالتزام الصمت وعدم الخوض في مسألة إعادة الإعمار مع حكومة الشرق وإن كان المقترح الأمريكي يصب في مصلحتها